بتحب الفاشن والديزاين وبتلبس من الوكالة الجمهور بيقول عليها دوليبة الغلابة عملت كليب كسر الدنيا وأخرجته بنفسها ابن عمها قال عنها تلف فعلتنا كلها في سجارة أسرار ما تعرفهاش عن أميرة أديب بعد كليب كارت محروق وسر الهجوم عليها اتصدرت الفنانة شبه أميرة أديب الترند على السوشيال ميديا الأيام اللي فاتت بعد طرحها أول كليب وأغنية لها كارت محروق واللي بيندرك تحت بند الربسين فبالرغم من أن أميرة لها عدد كبير من جمهور الأندر إدج لكنها تفجئت بهجوم وترجاء عليها بعد الكليب الجديد بتاعها فيطارة مين هي أميرة أديب وإيه سبب الهجوم عليها أميرة فنانة شابة ولدت من عيلة فنية كبيرة فولدها المخرج عادل أديب أما ولدتها الممثلا منال سلامة خلها الفنان شريف سلامة أما عمها الإعلامي الكبير عمر أديب ومرات عمها الإعلامية لميس الحديدي يعني مفيش حد في العيلة مش معروف وزيها زي أي بنت تولدت في عيلة فنية وأرستوكراطية درست في مدارس أجنبية في مصر كانت شغوفة وحبت تمثيل جدا سفرت إنجلترا ودرست الإخراج والتمثيل بعدها قدرت تاخد منها علشان تكمل دراستها في لوس أنجلوس وبحكم أنها من عيلة كبيرة كانت الدنيا أسهل عليها أنها تدخل المجال الفني لكنها طول الوقت كان بتحاول تثبت نفسها بعيدا عن عيلتها خاصة أنهم كلهم من عيلة فنية لكن والدتها كانت معارضة خلها التمثيل بسبب الصعوبات اللي فيه حاولت تعمل كيان لنفسها بأنها تعرف الجمهور عليها من خلال السوشيال ميديا وفيديوهات التيك توك وبعدها في 2020 كان أول ظهور لها في مسلسل تحقيق وكمان مسلسل مين قال ورفضت تظهر مع والدتها منال سلامة وشريف سلامة في أي أعمال فنية ليهم مش بس كده أميرة كمان مغرمة جدا بفكرة الفاشن ديزاين والظهور بلبس غريب فدايما بتشارك المتابعين اللبس بتاعها اللي بتحب تشتريه لما تسافر وقالت إنها بتحب تلبس من العتبة لأن والدها كان دايما بيقول لها إن الإنسان بشخصيته مش بلبسه وإنها تقدر توصل للي قدامها شخصيتها أيا كان لبس هاي وده اللي خلاها تقرر تعمل ويب سايت على إنستجرام تبيع من خلاله لبس خاص بأعمال فنية مضبوعة على اللبس وبعد فترة قررت تحقق حلمها من وهي صغيرة وهي إنها تغني وتعمل أول فيديو كليب لها بالطريقة العالمية مسحت كل محتوها على إنستجرام شوائت متابعيها لكليبها الجديد وفجأة نشرت كليب كارت محروق واللي بتغني فيه أميرة على طريقة الراب وهي اللي أخرجته وعملته على طريقة الكليبات العالمية زي كليبات دواليبة وده اللي خلا الجمهور يقولوا عنها دواليبة الغلابة ورغم إن أميرة لها متابعين كتير من فئة الأندر إيج اللي بيحبوها ويتابعوها على التيك توك لكنها وجهت هجوم كبير من الجمهور اللي اتهمها إنها مفروضة عليهم على الساحة الفنية وكمان بتغني بالوسطة لكن ابن عمها خالد عمرة أديب دافع عنها وقال في بوست لي حابب بس أقول حاجة في حق بنت عمي أميرة أديب عشان شايف كم مقارف بيت قال على البنت أيوة حقيقة هي من عيلة كبيرة وده بيديها امتيازات كتير وأسهل عليها إنها تعمل شفت زيدة بس خلينا نكون واضحين أميرة دلوقتي شعبيتها عند الجيل الصغير يلف فعلتنا كلها في سجارة تجارية للمكياج ومنزل لعبة كوتشينا الافتتاح بتاعها حرفيا عمل أزمة في المولاد من كم العيال اللي حضرت عشان تشوفها البنت لسه ما عدتش لخمسة وعشرين سنة وأنا عن نفسي شايف إن ده إنجاز مبهر جدا لكن الانتقادات ما وقفتش لحد كده ولسه الهجوم مستمر عليها فيطر أميرة هترد على التعليقات السلبية ولا هتتجالها زي ما بتعمل كل مرة